فقال مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى سعدون في مدخلة اللحمة أخبار الآن قال إن أطفال مقاتلي داعش ضحايا ولا ذنب لهم فيما اقترفه أهلهم من أخطاء ودع سعدون إلى عدم نبذهم من قبل المجتمع حتى لا تكون هناك آثار نفسية سلبية عليهم فهم في النهاية مجرد أطفال يجب أن تحل الأزمة الآن باعتبارهم أن أطفال ما زالوا في عمر السنة والسنتين والثلاث سنوات يجب أن لا تلتقط لهم صور على أنهم أبناء لمقاتلين لدى داعش ويجب أن لا يظهروا في الإعلام على أنهم بذات الصفة حتى لا تكون هناك آثار مجتمعية سلبية ربما تبقى هناك أزمات لداخل العشيرة المعينة أو داخل المجتمع المعين لكن بالنتيجة يجب أن يكون هناك قرار حكومي أو تشريع برلماني يعتبر هؤلاء الأطفال هم أطفال لديهم حقوق كأي طفل آخر على اعتبار أن الطفل ليس لديه أي ذنب يعني لا يوجد أي شخص في العالم اختار أمه أو أبوه فبالتالي يجب أن ما انحمله وزر ما فعله والده أو فعلته والدته شكرا شكرا